استعداداً لاستقبال الأسبوع الوطني للمرأة الشادية الذي ستحتضنه مدينة ماسينيا حضرت إقليم شاري باقرمي فقد قدمت سيدة البلاد الأولى هندى دبيتنو هدايا النساء ماسينيا والذي كلف بتسليمها الأمين العام لإقليم مجلس الحركة الوطنية الإنقاسة بإقليم شاري باقرمي كادر صالح جناه جرت المناسبة بقصر سلطان باقرمي بن أجي محمد يوسفة وبحضور رئيسة لجنة المعرض الأسبوع الوطني للمرأة الشادية دورة 2017 وعدت من المدعوين تقرير زميل سعيد أحمد حسن مدينة ماسينيا حضرت إقليم شاري باقرمي وقع عليها الاختيار هذا العام لاحتضان الأسبوع الوطني للمرأة الشادية سينفيت وعلى ضوء هذا نساء حاضرة الإقليم ينتظرن صاحبة القلب الحنون سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو على أحر من الجمر إلى أن فاجأتهم سيدة البلاد بإرسال بعض الهدايا لنساء الإقليم كما جاء في المثل والكريم بالعطاء يسبق كادر صالح كان الأمين العام الإقليمي لمجلس الحركة الوطنية للإنقاذ بشاري باقرمي الذي كلف بإيصال الهدايا أكد أن هذه الهبا قليل من كثير مقارنة بما ستقدمه سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو أما رئيسة لجنة المعرض أمسيسان لمنى قالت أن سبب الاختيار لهذه المدينة نتيجة لإرثها التاريخي إضافة إلى الحب الذي يكنه أبناء الإقليم لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو وبدورهن نساء ماسينيا قدمنا شكرهن وامتنانهن على هذه المبادرة وأضافت إحداهن أن مجرد تفكير سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو باختيار ماسينيا يعتبر أكبر هدية تقدمها لبنات وأمهات شاري باقرمي ومن جانبه جلالة السلطان بنك آجي أولي محمد يوسف أثنى على جهود سيدة البلاد الأولى هدايا سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو أدخلت البهجة والسرور في قلوب الحاضرات ولكل فعل ردة فعل